السلام عليكم ورحب بكم في قناة المطبخ المبسط ورحب بجميع المشاركين والمشاركات مرحبا بكم ضيوف أعزاء في القناة وصفة اليوم طبق راقي بمكونات جد بسيطة دجاج بتتبيلة هائلة وأعشاش البطاطس في الفرن بدون قلي صحية أتمنى أن تنال وصفة اليوم إعجابكم تابعوا معي المقادير وطريقة التحضير وأتمنى لكم فرجة ممتعة إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب أو لايك إذا أعجبتكم القناة اضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالجديد دائما وإذا أحببتم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وشكرا جزيلا لكم سأقدم لكم تسبيلة جد رائعة سنحتاج فيها إلى أربع فصوص من الثوم المفروم ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو نصف ملعقة صغيرة من حبوب الكزبار المطحونة نصف ملعقة صغيرة من حبوب الكزبار المطحونة ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار أو على حسب الزوغ ربع ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحال يمكنكم الاستغناء عنه ملعقة صغيرة من الكمون القليل من الملح حسب الزوغ ملعقتان كبيرتان من مركز الطماطم ربع كأس صغير من الخل دور الخل يجعلنا الدجاج هش جدا ملعقة صغيرة من الليمون ملعقة صغيرة من الخردل أحرك هذه المكونات جيدا التي سأنقع فيها الدجاج الدجاج كما تلاحظون مقطع إلى قطع صغيرة أحدث به فتحات على هذا الشكل كي يطهى بسرعة وأيضا كي يتشرب لنا التوابل جيدا أغطيه بالبلاستيك الغدائي وأدخله إلى الثلاجة أنا تركته ليلة كاملة يمكنكم تحضيره في الحال نمر الآن إلى تحضير البطاطس سأقوم ببشرها على هذا الشكل ويمكنكم استعمال هذه المبشرة اليدوية لبشر البطاطس هنا أحاول أن أزيل الماء الزائد من البطاطس سأتبل هذه البطاطس بربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو الإبزار ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحلو والقليل من الملح حسب الزوق أخلط العناصر على هذا الشكل هنا أخذت قالب مستدير كي نحصل على بطاطس موحدة الحجم في كل مرة أحاول أن أزيل الماء الزائد الذي تفرزه البطاطس يجب أن أتخلص منه أضع البطاطس على هذا الشكل كما تلاحظون طريقة سهلة جدا وهذه الطريقة صحية إن جربتموها متأكدة أنكم لن تستغنوا عنها نهائيا البطاطس بهذه الطريقة لذيذة جدا أكمل بنفس الطريقة حتى أنهي كمية البطاطس الموجودة عندي للإشارة ضروري أن تدهنوا الصينية بالقليل من الزيت ضروري جدا حتى تحصلوا على بطاطس محمرة من الأسفل الآن سأمسح عليها القليل من الزيت من فوق أيضا وأدخلها إلى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تتحمل وهذا شكلها بعد إخراجها من الفرن ضروري أن أستعين بشيء على هذا الشكل حتى أزيلها من الصينية كما تلاحظون محمرة ورائعة وشهية جدا ونمر الآن إلى شوية الدجاج قبل شوية سأضيف إلى الخليط القليل من الزيت لم أضع الزيت في الأول حتى يتشرب الدجاج بالخليط والتوابل وعاود خلطه على هذا الشكل الآن سأصف الدجاج في آلة الشواء يمكنكم تحضيره بنفس الطريقة وإدخاله إلى الفرن تحصلون على نفس النتيجة كما تلاحظون القطع صغيرة جدا كي تطهى بسرعة بعد أن تنضج من الأسفل سأقلبها إلى الجهة الأخرى وهنا سنحضر السلسل المرافقة أخذت علبة من الياقورت الطبيعي أضفت إليه القليل من الفلفل الأسود أو الإبزار والقليل فقط من السوم المفروم أقل من ربع ملعقة صغيرة وسأضيف القليل من الملح وأخلط جيدا بواسطة ملعقة وهذه هي السلسل المرافقة كما تلاحظون هنا أضفت القليل من الماء في آلة الشواء من الأسفل لأن الآلة مخصصة لإضافة الماء أضيفوا الماء فقط إذا كانت الآلة مخصصة لذلك واحترموا شروط الاستعمال والبخار الذي يأتي عن طريق الماء يعطي هشاشة للدجاج وهذا هو الشكل النهائي لطبق التقديم يمكنكم تحضيره للعائلة أو الضيوف طبق لذيذ جدا كما لاحظتم بمكونات جد بسيطة أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت استحسانكم دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله